اشتركوا في القناة لا من عن أخلاق الإسلام وأخلاقنا في رمضان اليوم نتكلم عن خلق هو سمة المؤمنين وسمة عباد الرحمن وسمة المتقين الأصل لأن كل المسلمين يكونوا بهذا الطريقة ويكونوا بهذا التصرف يكونوا على هذا الخلق ولكن للأسف واقعنا اليوم شوارعنا اليوم تصرفاتنا اليوم لا تبين أننا نحن نتصف بهذا المعنى الله عز وجل لما وصف المؤمنين تعالصح والمتقين تعالصح قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما المؤمنين تعالصح نهار يكونوا يتصدقوا نهار يكونوا ينفقوا نهار يكونوا يسرفوا دراهمهم يبعدوا على زوج حاجات ما راهم هك ما راهم هك لم يسرفوا ما بذروش ولم يقتروا يعني ما يشحوش المؤمن يتصف في الإسلام بصفة الاقتصاد في النفقة يقتصد المؤمن في حاجاته وفي تصرفاته وفي أمواله فلا ينفق زيادة ولا يشح في ماله الاعتدال والتوسط أمر قرآني الاعتدال والتوسط هو الحاجة اللي قالنا رب يديروها في اللبسة تعنا رب يأمرنا بالاعتدال في التحفيفة تعنا رب يأمرنا بالاعتدال في ما نقوله وما نعمله رب يأمرنا بالاعتدال رب يحذرنا من الغلوف كلش الغلوف الأفكار الغلوف التصرفات الغلوف التعامل الغلوف العلاقة كلها الله حذرنا منها ولكن كنولولي للواقع ديالنا نحكم هذا الجانب جانب اقتصادي الجانب المالي نقاو بلي رحنا كثير من مجتمعنا يغلط في هذه النقطة الله عز ولي يقول والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا تعامل إنسان مع المال ربي ضبطه جيدا في القرآن ربي في القرآن في بداية الأمر كان يتكلم على أن المال هو مال الناس ثم كان يتكلم على أن هذا المال ربي حطوه في يد الناس ثم في مواضع أخرى من القرآن بيتكلم على أن المال هو ماله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم المال مال الله وما أنت إلا مأمور بكيفية التصرف فيه هذا المعاني قد تحتاج زيادة توضيح وبين ولكن المعنى أنه حبت المال يا أخونا وحبت المال يا لك تشاهد فينا مش يتتصرف فيك ما تحب انتا المال ما راكش حر فيك ما راك متخايل لا جسمك لا مالك كل شيء ونحن مسلمون ما رش نتكلموا عن المشي مسلمين تكلموا عن المسلمين اللي آمنوا بربي ويتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون يتصرفوا في المال كما قال الله عز وجل هنا نتكلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف في رمضان كيفاش كانوا يتصرفوا الصحابة درهمهم في رمضان حاجة الأولى أن يأمر الإنسان أنه يروح للمارشي يشري قدر الحاجة دياله الإنسان ما يروح للمارشي بشوش يشوف يتشهى عمر بن الخطاب كان يقول لوليده أكل لما اشتهيت اشتريت أكل لما اشتهيت حاجة لي تتشهىها تشريها إذا صرنا في مجتمع نعيش لنأكل فقد خالفنا ما أمر الله عز وجل به نحن قوم لا نأكل حتى نجور وإذا أكلنا فلا نشبع لن نشتري كل شيء لهفا وطمعا هذا الأمر ليس من الإسلام هذا اللهف لن نشوفه في الأسواق وفي الشراء ليس من ديننا للأصل أن المؤمن يشتري ما يقيم صلبه يشري حاجة ضرورية يشري الحاجة اللازمة يشري الحاجة ليحتاجها أما هذا الأمر لن نشوفه في الواقع أنه نشري وكلش تدخل للمارشي ودخل السوبر مارشي تلقى إنسان يشري كلش وشكاين هذا ليس من الاقتصاد ومن العدل قلنا أول أمر هو الاقتصاد في الشراء والاقتصاد في الاقتناء الأمر الثاني نتكلم عن الاقتصاد في الطبخ لماذا؟ لأنه هذا الأمر مشكل التبذير في الموائد هو من أكثر ما نهل النبي عليه الصلاة والسلام عنه نبي صلم كان يقول يا أبا ذر إذا طبخت طبيخا فأكثر مرقة إلى طيب طياب كتر المرقة ما تأكلها شمدها الجيرانك بل جيرانك شم الريحة تشهوها حتى ما نراه اليوم من أنه الإنسان يتعمد يتعمد أن يثير شهية الناس وغرائزهم بتنويع الأكل وعرضها على وسائل تواصل الاجتماعي بشكل زائد لا نتكلم عن الشكل المقبول ولكن هناك شكل زائد لا يرضى الله عز وجل لأن ليس كل الناس على طبقة واحدة الزيادة في كل شيء غلو الزيادة في تصوير الحياة الاجتماعية غلو الزيادة في تصوير الأطباق غلو إذا طبخت طبيخا فاطبخ قدر الحاجة طبخ قدر ما تأكل أنت وأبنائك وأهلك أما أنه الإنسان يطبخ طبخ زائد ثم يرح يعرضوا عن الناس ويبدأ يشهيف الناس هذا ليس من الحكمة ومن الشرع في شيء الأمر الثالث نتكلم أيضا عن الاقتصاد في التعامل مع بقايا الطعام إذا بقي لك طعام فلا يجوز لك أن ترميه إلقاء الطعام إلى النفايات النبي صلى الله عليه وسلم رأى خبزا في بيت عائشة رضي الله عنها فقال يا عائشة ما خرجت النعمة من دار قوم فعادت إليهم يعني النعمة عربي عز وجل والخبز نعمة والأطباق هذه نعمة والماكلة نعمة إلا خرجت من دارك وأعربي اشتولي لك فلذلك علينا أن نكون مقتصدين أن نتعامل كما أمر الله عز وجل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا والذين إذا طبخوا لم يبذروا ولم يقتروا والذين إذا بقي لهم أكل لم يسرفوا ولم يقتروا مرمى وهش هما خلاوحتى يفسدوا يستعملوا هكذاك هذه رسالتنا لهذا اليوم الاقتصاد في التعامل مع المال عامة ومع رمضان خاصة أسأل الله لي ولكم أن ينفعنا ونجعل رمضان سعيدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته